إلى أخبار عيد الأضحى ومخلفاته ثلاثة أيام مرت إذن عن العيد وفي ظاهرة غريبة تتكرر كل سنة لا تزال آثار نفايات الناجمة عن أضاحي العيد وتتمثل عموما فيها الجلود وكذلك الفضلات والدماء وحتى اللحوم التي تملأ الأحياء الجزائرية عين عن ذلك من العاصمة في تقريص صفوان أحمد عيسي وترخ دريدي هو حال أغلبية أماكن رمي النفايات بعد يومين من عيد الأضحى فكل ما يتعلق بأضحية العيد موجودة هنا هو ما أصبحت عليه أغلبية أماكن رمي النفايات بالعديد من أحياء العاصمة روائح فضلات دماء وجلود أضاحي وحتى شحومها هي ملقاة على الأرض فالكل هنا يشتكي في التراس على بلك يدي زيقو بوشون يرمي شحم يرمي يرمي لزانتستان يرمي كلش الداخل اللي زيقو نتوعنا قاع بوشين هذه دورات زبل القرون مصارا كيندبان حشك ريحة الحقتل الدار عدم الوعي وقيام الكثير من المواطنين بأفعال ليست من قيمنا لرميهم نفايات الأضحية وعدم تنظيف مكان النح يعد سبب في الوصول إلى ما هو عليه اليوم الآن في الشوارع المواطنة يرمي بصفة عشوائية كل مخلفات النفايات نلقى كتشوف الحوية والله تلقى لزانتستان تلقى القرد تلقى الهيدورة تلقى كل أنواع النفايات يرميها بصفة عشوائية في الطرق العمومية مشاهد وسيناريوهات تتكرر مع كل نهاية عيد أطحى أبطالها مواطنون لا وعي لهم همهم الوحيد التخلص من بقايا الأضاحي